على فكرة الشيطان عاوزك تموت وعاوزك تهلك وعاوزك تقضي الأبدية بالهلاك الأبدي بالنار معاه لأنه بيكره الإنسان مش على سوادي عيونك ولا على جمالك بيكره الإنسان لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله من أول الخليقة لما قائن قتل هبيل الرب قال له أنا عم بسمع صوت صراخ في صراخ الدم بيصرخ دماء أخيك دماء حتى الأرض ملعونة بسبب الدم وبعد ما أهلك بالطفان كل البشرية نوحه أولاده وعيلته أول وصيب يعطيهم إياها أن لا يسفك دم الإنسان فإذا واضح موضوع أن الإنسان على صورة الله هذا يفوق كل خياله كل تصور هاي هي محبة الله في الإنسان فالإنسان أعظم من المسجد وأعظم من الكنيسة وأعظم من الأراضي المقدسة مثل ما قلت في حلقة سابقة أن الأرض المقدسة صارت أنجس أرض ولكن بحب أنا ديها أرض المسيح بلد المسيح بيكفي أن يسوع مشي عليها ولما المسيح بيمشي كل شيء بيتقدس ولكن الأهم أنت بتتقدس من خلال إيمانك بالرب يسوع المسيح كفى للدماء كفى للقتل كفى للسفك دماء الأبرياء كفى للكبرياء كفى أنه نغامر ونقامر ونجازف في حياة الناس اللي بتدفع ثمن من أجل قيادات كمان هاي القيادات مش موجودة أحبائي أنا عن بشارك من كل قلبي محبة الله هي العلاج العلاج في الزواج العلاج في الأسرة العلاج في المجتمعات ولكنها العلاج من سم الخطيئة التي لوثتنا وشوهتنا وشردتنا وأصبحت في حياتنا خطيئة فضيعة مريعة هذه الخطيئة اللي بتحجز وبتحجب ولكن الله بيّنها من خلال مجيء يسوع المسيح ألا تقبل وتقبل يسوع المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة